احنا في حلقات يوم الاتنين بيبقى عندنا هدف واضح هو تحصين الاسرة المصرية وكمان دعم اولادنا وعشان كده اخترنا للحلقات دي عنوان يلا نبني بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا لما نلاقي حاجة وكأن فيه شعار يلا نهدم وعشان كده انتو فاكرين ان احنا كنا نتكلمنا في حلقة سابقة عن النهايات الخمسة اللي عدونا عايز يقضي عليها اللي هي انه يقضي على اللغة ويقضي على الثقافة والتراث ويقضي على الدين بقيمه ويقضي كمان على الاسرة ويقضي كمان على الدولة وعشان كده فيه قيمة غالية في حياتنا قال لنا عليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جي صحابي وقال له علمني شيئا اسأله الله تعالى فقال له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله العافية وقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية وعشان كده النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي عنوان احنا اخترناه بعناية هنتكلم عن العافية في بيوتنا هنتكلم عن الأسرة العافية يعني ايه الأسرة العافية؟ الأسرة العافية يعني الأسرة الفتوة؟ لا فكرة الأسرة العافية عندنا ده مصطلح بننحته مع بعض معاك عافية يعني أسرة عافية يعني سليمة مصانة محفوظة وعافية يعني قوية ومتمسكة فكون عافية فيها حكتين قوية ومتمسكة بالمحبة والرحمة والتآلف اللي بينها وقوية ومتمسكة بالوعي اللي بيخليها تخرج أفضل ما فيها في الحياة ويخلينا منتبهين لأي شيء ممكن يؤذي أو يخلخل بنيان الأسرة القوية دي ما الكلام بتاعك حلوه؟ ما لنت خضتنا ليه في أول الحلقة؟ عشان الأسرة لما تكون عافية بتكون قادرة تصد وتضرد أي شيء يشوه بنيانها بتلقائية كده وبسلاسة وبقوة زي أي فكرة ممكن تكون المقصود منها إن هي تخلي الأسرة في حتة والدين في حتة والأخلاق في حتة فتروج مثلا للأسرة فكرة السيولة الأخلاقية إيه فكرة السيولة الأخلاقية دي؟ السيولة الأخلاقية في واحد من الكتاب بومان اتكلم عن فكرة السيولة وكأنه بيوصف حال الناس للوقت بقى فيه سيولة في كل حاجة بس كمان السيولة وصلت إلى الأخلاق وأنا بقول إن السيولة الأخلاقية وصلت وصلت المجتمعات إلى مجتمع اسمه سيولة المجتمعات ومجتمعات السيولة وإحنا حض الله ما نجدعه بمجتمعات السيولة إحنا مجتمعنا مجتمع لأعمدة أهم عمود فيه القيم والأخلاق فمجتمعنا ما ينفعش يبقى مجتمع سيولة ما ينفعش الفكرة السامة ولا الفكرة الهدامة تعدى على مجتمع زي مجتمع إحنا بنعيش فيه من حضارة طويلة وفي الأزهر الشريف ما ينفعش فلما ييجي المجتمع تهب عليه فكرة زي فكرة من أفكار السيولة الأخلاقية زي فكرة بيرواجها بعض الناس زي أشكال الشزوز الجنسي والدعوة للتطبيع معاه مش هنقدر نسكت ولا نسامح فيها وعشان كده إحنا بنتكلم عن الأسرة العفية ومواجهة أفكار السيولة الأخلاقية اللي منها الشزوز الله سبحانه وتعالى أخبرنا وعلمنا إن الشزوز ملوش مبرر والعقل السليم بيقول إن الشزوز ملوش مبرر الشزوز حاجة قذرة حاجة في منتهى القذارة إيه اللي يخليها في منتهى القذارة وليه أنت ما تعتبرهاش شيء من الحرية أبدا ده مش شيء من الحرية خالص ليه مش شيء من الحرية عشان في الحقيقة إحنا بنعيش فكرة الجنس كأنه عملية وظيفية تحافظ على كرامة الإنسان وتحافظ على وظيفته في الأكوان وتحافظ كمان على عبوديته فعندنا القضية الجنسية ما تنفعش تخرج عن العبودي ولا تنفع تخرج عن العمران ولا تنفع تخرج كمان عن التسكية ما ينفعش إن الإنسان يمارس حرية تفضي بينا إلى هدم المجتمعات دي مش حرية ملعون من هدم بنيان الله المجتمع ده بيتبني المجتمع ده ليه بناء لما حد يحاول يهد المجتمع ده مش هنوصل إن إحنا نقوله ده حرية مش هتبقى فيه حرية هنا الحرية ما تنفعش فيه ظل لا درى ولا درار وما حدش يقول إن الشجوز ما بيقزيش فيه حد لا 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 تعالوا شوفوا المجتمعات اللي قرابة تأفل مجتمع قراب يأفل فيه مجتمعات التقارير بتقول زي ما كانوا التقارير بتتكلم على المجتمعات اللي الحضانات بتقفل فيها ده عشان ما بيخلفوش مش عشان بيمرسوا الشجوز فيه عمارسوا الشجوز هيبقى فيه أمراض وبيبقى فيه بلاوي ويبقى المجتمع كله تهد اتهد من ناحية العفية الصحية وكمان اتهد من ناحية الوجود